هو طبعاً ما في مبالغة بالأرقام نهائياً بالعكس تماماً يمكن هذا الرقم ولا شيء إزدام عدد الشعب السوري بالحقيقة إن كان بسوريا وإن كان بدول اللجوء بالعموم الشعب السوري مهيئ للاصطدمات ولكن وصل لمرحلين من المراحل مع الأساس ما عاد الأمر مجرد أزمة نفسية عابرة الأمر تحول لأمراض نفسية مزمنة بسبب التراكم كان دائماً الشعب السوري عايش بلحظات أنه دائماً عنده أمل دائماً عنده أمل بكرة بتفرج بكرة أحلى بكرة أفضل ولكن هذا البكرة ما إجا وبعد زمن طويل من الانتظار الناس يأثت وفقدت الأمل طبعاً من أكثر المسببات الأزمات النفسية هي فقدان الأمل واليأث مع الأساس الأرقام من اللي نذكرت لا تساوي إلا جزء بسيط من الحقيقة من فترة قريبة كان في عندي تواصل مع عدد أشخاص بسوريا تاجئت بانتشار مرض الكانسر الله يبعد عن الجميع يا رب بشكل لا يوصف بأعمار صغيرة يعني بنات وشباب بعمر الـ 14 والـ 15 مصابين بالكانسر طبعاً بحكم أنه نحنا ببلد مع الأساس إلى 12 سنة بالحرب فهي غير مهيئة نهائياً لمساعدة هذول المرضى واحتواءه والتعامل مع مرضهم بالشكل نحن عم نحكي يعني حضرتك عطيتي معلومة عن مرض الكانسر اللي هو مرض عضوي وأكيد إله آثار نفسية على المريض تماماً والإحصاءات عم تحكي عن يعني حتى أمراض أو حالات نفسية غير مفسرة ما قدروا الدكاترا يفسروها يعني هذا التوصيف بالطب النفسي بعلمكم باختصاصكم شو معنات أمراض نفسية غير مفسرة أنا عطيتك الكانسر لأنه أثبتت العلماء مؤخراً أنه من أحد المسببات الكانسر هي نقص المنع نقص المنع تجي بسبب عدة عوامل نفسية ومن أهمها الخوف والقلق المستمر الخوف والقلق دائماً بقولوا حتى يعني في بعض النظريات العلمية بتقول أنه يعني صح أمراض عضوية لكن في كثير من الأمراض العضوية بيكون أصلاً نفسي تماماً هذا اللي أنا حبيت وصل هلأ الشعب السوري في العموم اللي كان بالداخل أو بدول اللجوء الأمراض اللي عم يصاب فيها ليست أمراض ملاشئة هي أمراض بسبب المشاكل النفسية اللي عم بيعاني منها واللي ما عم بيلاقي لها ما عم بيلاقي لها أي مخرج يعني ما عم بيلاقي سبيل للحل طب يعني نحن كأعلام وحضرتكم كمختصين يعني كيف فينا نخفف من هذه التبعات اللي عم يعيشها السوريين بمختلف أعمارهم بمختلف أماكن تواجدهم هلأ نحن مبدئياً أنه نحن كاختفاصيين بعلم النفس نحن عم نشتغل على يعني هلأ الشيء الوحيد اللي عم نحاول نعمله أنه نفهم الناس مدى أهمية العلاج النفسي بدل ما نركض نحن للأصباء اللي هنن ما حيعرفوا يفسروا حالتنا ورح يعدوا يجربوا فينا بالإدوية وخاصة بالداخل السوري حفراً يعني بدول اللجوء ممكن ينزل للأمر بشكل تاني ممكن يتعامل مع الأمر من الباب النفسي والباب الطبي ولكن مع الأسف بالداخل السوري ما زال إلى الآن بيتعاملوا مع الطب النفسي وكأنه هو شيء معيب ولا يجب أن يتم التعامل معه يعني هي هاي المشكلة دائماً أنه اللجوء للطب النفسي بيلحق الشخص وصمي يعني يوصم يعني بهيك بمقوسين مع أنه نحن كثير عم نشتغل على موضوع أنه نحن نوضح أنه الطب النفسي مثل ومثل أي طب والإنسان دائماً محتاجة متابعة حالته النفسية حتى وإن كان لا يعاني من أي مشاكل لا معنى من زيارة اختصاصي نفسي مرة بالشهر وأنك تقعد الدردش وتناقشه ممكن يكون في قصص دفينة داخلك وما فيك تحكية لأي إنسان ويساعد الطب النفسي أكيد طيب يعني بما أنه عم نقول أنه نلجأ لمختصين نلجأ للطب النفسي من إطلاعك بما أنه عم يتواصلوا معك يعني حتى أكيد للعلاج فشو مستوى الرعاية والصحة النفسية والطب النفسي اللي مقدم بسوريا باختلاف المناطق يعني أنا ما عم حدد أي منطقة أنا بس لتوضيح أنه صدقيني اللي اتفاجأت فيه أنه نحن ما في عنا اهتمام بهذا المجال نهائيا بسوريا يعني عدد الاختصاصيين النفسيين بالداخل السوري بس لتوضيح أنه أنا عم بحكي عن المنطقة أنا بعرف فيها كتير اللي هي الداخل الداخل اللي هي الدمشق دمشق وحلب تمام مستوى الخدمات في هذه المدن الأشخاص اللي متواجدين اللي هنم معنيين بالمجال النفسي هنه لثلاث أو أربع أصباء أعصاب فقط له أما اقتصاصيين نفسيين يتعاملوا مع الأمر بشكل مثل هو البرة لا ما في هذا الحكي بالشمال السوري لا الوضع أفضل الوضع أفضل الوضع يعني عم يتم التعامل معه بشكل أكبر واهتمامات أكثر مع وجود عدد منيح من الاختصاصيين والناس اللي ما شاء الله عليها يعني مبدعة بهذا المجال بصراحة ترفع لها الكبعة طب يعني أمتى أنا أو أي شخص عم يسمعنا بحس أنه خلص يعني أنا صار لازم روح وأخذ استشارة نفسية ولازم أنه أنا بدي إيد لحتى تنشلني من اللي أنا فيه أمتى لازم روح شو هي الأكثر مؤشرات لازم حس فيها نحن نحن حكينا بهذا يعني أنا أنا بالتحديد حكيت عن هذا الأمر أكثر من مرة الفكرة أنه مو دائما لازم الإنسان يمرض لحتى يتوجه للطبيب لا ما نعمل أنه الواحد يقول في عنده خلينا نقو زيارة دورية لا لا للطبيب يعني ما في داعي نستنى لنمرض لنروح لتشكب على المتابعة الصحية إن كانت نفسية أو بدنية لازم لازم بشكل مستمر صدقيني مجالنا نحن شوي عميق يعني أنت ما تتخيلي أنه ممكن موقف كتير بسيط يمر معك خلال اليوم بس زعجك خلينا نقول بميزان المية يعني إذا حطينا بنسبة المية زعجك خمسة بالمية أنه هو ضرب لك يومين أو ثلاثة من أيامك معك فيك تنسيه بسهولة هذا الشي يعمل عندك تراكم خلال اليوم الواحد كم موقف بمرض مع الإنسان يكون مواقف مزعجة أو مواقف بتخلينا نعاني من ضغوط من تعصيب من اندعاج وممكن من دموع وممكن من أنه يسبب لنا قلق بالليل فليش لحتى تتراكم السلة عندي والطف لحتى راجع الطبيب أو راجع اختصاصي بوضعي أنا بشكل دائم بعمل لحالي كل شخص هلأ بدول أوروبا مثل ما بتعرف في حضرتك كل العيلة في إلا اختصاصي نفسي تابع لإلاك لازم يزوروا مرة بالشهر طب يعني نحن نحكي عن منطقة يعني تعيش ظروف قاسية استثنائية على مختلف المناطق الطب النفسي يعني نحن نعرف انه بشكل أو بآخر مكلف يعني في دول الشرق الأوسط لكثير أسباب منه حتى قلة أعداد الأطباء أو قلة اللجوء حتى لهؤلاء المختصين يعني كيف أنا فيني انه عن جد ساعد بكل معنى الكلمة هل يترى العلاجات الدوائية التي توصف هل يترى الاستشارات أونلاين التي تقدم ومؤخرا يعني آخر كم سنة عم نشوف استشارات أونلاين تقدم نفسيا هل هذه الاستشارات هل هذه العلاجات الدوائية إلى عن جد هذا الأثر الفعال اللي بيقدر ينقذ أشخاص من شدة نفسية هنا نعيشينا هلأ أنا ضد الدواء النفسي بصراحة أنا دائما بحكي حتى مع الجملائي بهذا المجال بنتناقش في الموضوع أنه سدقيني موضوع الدواء أبدا معنى شيء محبوب أبدا لأنه بيعمل إدمان يعني مع طولة مدة العلاج الشخص ما بيعود بيقدر بدونه ما بيعود بيقدر بينام بدون المنوم وهو بطبيعة الأحوال هو ما نو شيء يعني ما نو شيء له صلاحية خليني إلك بالعلاج إلا بعض الأمراض المزمنة جدا مثل الاستثام والزهان والاكتئاب الشديد اللي هو وصل صاحبه للانتحار أكتر من مرة هدول تمام هن بحاجة علاج دوائي ولكن الأمراض النفسية الجديدة اللي هي لسه خلينا نقول ما وصلت لمرحلة المتوسط حتى المتوسط يعالج بدون دواء حتى المتوسط موضوع غلاء الاستشارة النفسية عزيزي ديما نعافك خليني نعافك فيهم لأنه حكيت أكتر من سغلة موضوع غلاء الاستشارة يعني خليني أقول لك فردي ما في شيء واضح ما في شيء ملموس ولكن أنا بتمنى من كل المعنيين بالمجال النفسي بالداخل السوري أنه كتير ينتعاطوا مع الأمر بعين العاطفة والإنسانية قبل ما تكون العين المردية لأنه صدقا أنا بعرف كتير منيح قديش الناس بالداخل السوري خاصة بالشمال هنا محتاجين للدعم النفسي بشكل مستمر وداعي هلأ لا ما نعمل أنه يكون في دائما ناس خليني يقول تتعاطق تتعامل مع عدة اختصاصيين خليني يعملوا جلسات دعم جماعي تخصيف الضغط عن الناس لما على مبدأ أنه اللي بيشوفوا مصيبة غيره بتونعليه مصيبته ممكن الناس تساعد بعضا هذا كمان الدعم النفسي الجماعي دائما عم بيكون له آثار قوية عم تكون آثاره الإيجابية قوية وأسرع ترجمة نانسي قنقر